كيف الحال أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدين مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال اليوم غادي نهضرو فيها على واحد الموضوع ترقنا له بأشكال مختلفة لكن اليوم معي ضيف خاص اللي كان من الناس الأوائل اللي تكلموا على هذا الموضوع هذا في المغرب اللي هو سيد هشام العمراني صباح الخير سي هشام صباح النور السدعي شكرا لإصلافة مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة هشام العمراني أنت استشاري في تنمية البشرية وانتا كنت من الأوائل اللي أنا شخصيا اكتشفت معهم مفهوم السعادة كيفما معروف هو الآن في تنمية ذاتي كنتي يعني هذه بضع سنوات كنتي بواحد مؤتمر هنا في المغرب لكن كاسمته مؤتمر السعادة وكانت فاجأتنا الفكرة لكن كنت رائعة جدا وخلتنا نعاوب بواحد المجموعة دي الأشياء ومجموعة دي المفاهيم ولكن من بعد وقعات بزاف دي الحوائج وبزاف تكلموا على السعادة واليوم كنتلقوا باحثين في السعادة وتلقوا في بعض الدول عندها وزارة السعادة وتلقوا كذلك مثلا في المقاولات الكبرى تتلقى إدارة السعادة إلى غير ذلك تنقولوا مع رأسنا منين جات الجائحات تبدلات شي شوية المفاهيم واش ما زالت نتكلموا على السعادة كيف ما كانت تكلموا عليها قبل كوفيد كيف ما كانت تكلموا عليها في ذلك الفترة اللي كنات لقينا معاك اليوم في 2021 واش بقي نفس المفهوم عنده نفس المعنى هو مفهوم السعادة أستاذ عزيزة كما تقتله أول شي أنا سعيد أننا نهضر على هذا الموضوع هذا لأنه سواء في المغرب أو خارج المغرب الإنسان تعرض لهذه الجائحة ووقع ضغط كبير علينا ضغط نفسي ضغط صحي خوف من المستقبل يعني أنه وخططات دينا كل هذه الخططات يعني مبقشة طبعا وفي نظريات المؤامرة ونظريات أفكار كثيرة أفكار كثيرة تكدور ووقع الإنسان ما يقدرش يفكر من ذلك سنة من ذلك سنتين قبل الجائحة كان نوع من نظام نوعا ما هو نظام ممكن يكون فيه نوع من الفوضى ولكن فيه نظام أنا من بعد أربع سنوات ممكن أدين أن نقوم بهذا الموضوع من بعد خمس سنوات ممكن أن نقوم بهذا الموضوع وهذا يعطينا نوع من الشعور بالسيطرة على حياتنا الشعور بالسيطرة على حياتنا هذا شيء مهم بالنسبة للإنسان لأنه عدم السيطرة على حياتنا تعني فقدان السيطرة فقدان السيطرة هذا يفسره العقل البشري بخطر لما يكفسروا بالخطر فهذا يقع حط وحط ضغط كبير على الجهاز العصبي وهذا ده بل يكن عيشه حاليا في فترة الكورونا لأنه كنا عايشين لمدة سنوات طويلة تقريبا في نفس النمط يمكن نقول أنه جميعنا كان عندنا نوعا ما نوع من الروتين كانشتغلوا في البرد والفاصل الربيع فاصل الصيف كانسافروا في العيد كانت لقوهم على أصدقاء دي النوم إلى آخره لمدة سنوات وعقود طويلة بعد ذلك جاءت هذه الجائحة فهي وضعت غيرت الموازين فالإنسان ردة الفعل الأولى طبعا هي الاسترس أو الضغط النفسي لأنه فقد السيطرة والكثير من المعلومات والكثير من الأشياء التي توقع في نفس الوقت والإنسان والدخول إلى البيت ممنوع والتجول لعدة ساعات معينة الأطفال موجودين في البيت الزوجة والزوج والكل موجودين في البيت فطبعا هذا أحدث نوع من التغيير الجدري نمط العيش لكن الشيء المثير لانتباه هو الإنسان سبحان الله أعطانا الله سبحانه وتعالى قدرة على التأقلم مع كل شيء ودليل ذلك إحنا ما زالين موجودين بعد ملايين من السنوات وفي كثير من الحيوانات نقرضه تماما وزائحات وحروب عالمية وأمراض ومشاكل مناخية مصرح أكوى بعدها لكن دايما لازمنا موجودين بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله لأنه وضع عنا نظام تكيف عجيب وذكي جدا طبعا هذا النظام تعرض للضغط خلال هذه الجائحة تعرض للضغط كبير جدا وهذا النظام كي يقولونه بالإنجليزية عنده يعطيك واحد القدرة على الدافعية ما هي القدرة على الدافعية؟ أو بالإنجليزية لما كيدخل الإنسان في واحد الأزمة سواء أزمة صحية أزمة مادية أزمة أسرية كتحس بوحد طاقة كتفعك بش تقوم بما يجب أن تقوم به من أجل استعادة للسيطرة يعني بشكل فطري شخص مريد بشكل فطري شخص مريد اللي تلقى الأسرة كلها وقفت معاه شخص عنده دائقة مالية كتلقى الكل وقف معاه باش كيرجعوا الأمور كلها للسيطرة نعم الآن النظام التكيف هذا عنده واحد شيء مهم جدا وكنت من المشاهدين يفكروا فيه لهو لا يدوم طويلا هذا النظام التكيف لا يدوم طويلا ولذلك لو أخذيني مثلا قصاص من بعض الأسر اللي كيوقع عنده شيء وحد مريد مثلا الكل كيوقف لكن بعد شخص في هذا الوقت الناس كتبدا كتتتعب نعم وهذا الشيء اللي كنحس بي ذا بقى وهذا الشيء اللي كنحس بي ذا بقى وهذا طبعا يؤثر على السعادة اللي بغيت المشاهدين نعرفوها مدام عزيزة هو أنه السعادة هو مفهوم حيوي يتغير بدون جائحة أنا السعادة اللي كنت كنشعر فيها وانا عمري 25 سنة ماش هي السعادة اللي كنشعر فيها أو العوامل اللي هتخليني سعيد أنا عمري 35 سنة أو 45 سنة أو 55 سنة نعم يعني التغيير يعني حتى المفهوم هو من شخص لآخر مفهوم فردي يعني السعادة بالنسبة لي أنا ماش هي السعادة بالنسبة ليك يعني كيفاش لأن أغلب الناس وحنا نتكلموا على السعادة فكنت خيلوا الفرفشة والفرح والأجواء الربيعية وهذه الأشياء هذه كاملة علش عندنا هذا المفهوم في الدين دينا علش هو مرتبط فقط بكل هذه الأشياء هذه اللي كتبالينا إيجابية لدرجات بعض المرات خيالية على أننا ننفهم السعادة بمفهومها الحقيقي صحيح النقطة مهمة جدا هذه فهناك فرق بين السعادة والفرح الفرح هي تجربة من خلال الحواس دينا مشينا مع الأصدقاء دينا شي مطعم أكلنا واحد للوجبة لديدة الحواس دينا تنتعش فنشعر بنام الفرح التقينا بالأصدقاء دينا أو بالأسرة دينا من زمن طويل مشينام كتنتعش واحد الحواس دينا هذا الفرح وهو يدوم فقط لمدة معينة السعادة بمفهوم الحقيقي هو ترتكز على مفهوم الرضا عن الحياة كمانا واش أنا راضي عن الحياة ديالي كم ما هي الآن كم ما هي في داري في العمل ديالي واش أنا راضي على صحة ديالي واش أنا راضي على إذا كنا الإنسان متزوج واش راضي على وضع ديالي الزواج ديالي على وضع ديالي ولا مكنش واحد رضا كم ما تفع منسوب الرضا عن الحياة كل ما يرتفع منسوب السعادة السعادة الحقيقية اللي هي كي كل إنسان فعلا لا يعني وخاك تجيه ظروف مؤقتة ممكن تكون ظروف صعيبة ولكنه كيبقى ماشي في واحد الداخل دياله في القرار النفس دياله عنده مرتاح مرتاح يعني مرتاح وفرحة ماشي فرحان لكن عنده واحدة رضا عام عن الحياة عنده تقبل يعني تقبل طبعا كي العام تقبل الأوضاع يعني ينقدرون كنوا صعداء وحنا في الجائحة مية في المية ياك مية في المية كيمكننا نكونوا صعداء وكيخصنا نكونوا صعداء وكيمزر الحويج كيمكننا نعملوها بسيطة جدا إلا عندك لاساكن في شقة وعندك باركون تعرض للشمس فيتامين دي كيلعب دور كبير قراءة كتاب تعلم شي جديد لأن خلال لما كنا في البيت أعطتنا فرصة أن نتعلمه بزر الحويج والناس الناس لو كنا نتعبوا نستقرار الناس يتقول فرصالات وعوض صحيح مزر الناس كتشفوا مواهب خلال هذه الجائحة اكتشفوا بعضهم طبعا لأنه كان كل شي منشغل فالأسرة عاد اكتشفت بعضها دونك هنا يمكن الأشياء بعد المرات حينما تمر عاد نشوفوا بأنها كانت كان فيها خير لنا لأن ابني كان نكونوا كان نعيشوها أحياناً ما كانت قبلوها شهدك الساعات حتى كالدوز عاد نحسو بأنه كان فيها أشياء إيجابية مئة في المئة مئة في المئة نحن من قبل الجائحة كنا عنا واحد روتين معين لكن بالصفة عامة الناس اللي ساكنين في المدن الكبيرة خصوصاً الحياة دينا فيها كمية من الضغط النفسي اللي هو أعلى من خاص الجسم دينا يلي قدر تحمله الزحم في الطريق الصداع الججرة كما كان قوله دائماً كنجري من حاجة لحاجة لما جاء الحاكم الناس ما عرفه ما يدير برسوم ولكن الطبيعة هو أنه الطبيعي هو أن الإنسان يقلس مع رسوم أكثر يتأمل يراجع يعيد ترتيب الأوراق دياله يعيد تقوية العلاقات تجديد وأهم اكتشاف مدام عزيزة هو الإنسان يكتشف شكون هو نفسه يعني من عرف نفسه يعني عرف قدره وعرف الناس كنشكرك بزاف يعني هذا الحديث هذا على السعادة بهذا الشكل هذا ما سخيناش به نبا ما كرتش تكون معنا في حلقة أخرى إن شاء الله خاصة في الراديو حلقة يوم جمعة ما تكونش فيه في الراديو ولكن توعدنا أنك تكون معنا في الراديو باش نزيد ونتكلموا على هذا المفهوم نحن في حاجة للسماع كلام يعني في حكمة بحال هكذا باش نعرفوا بأنه كل ما يمر في حياتنا إلا وفي خير لنا تخصنا فقط أننا نفتحوا قلبنا باش نشوفوا الأشياء بواحد العين أنها إيجادية ونتقبلوها ونتقبلوها سيهيشام عمارين نشكرك بزاف الناس سيكونوا لاحظوا واحد اللكنة عندك فسيهيشام يتنقل ما بين دبي وما بين المغرب نتمنى أنك تبقى معنا فترة طويلة إن شاء الله ولا مستخدم منك أكثر ولكن غلقك في حلقة مقبلة بإذن الله وغلقنا بموضوع الموضوع الموضوع المهم جدا من المواضيع اللي كان حبها أنا اللي عنده علاقة بروح المواطنة اشتركوا في القناة